سريعاً الستة ومحمد كانت أمس بتسأل عن كيفية الفدية عن صاحب المرض المزمن المرض المزمن يعني الذي لا يرجى برقه اللي صاحبه مش بيخف مرض ملازمه إلى الوفاة الأصل إنه الإطعام من خلال ما يصنع في البيت نطلع نطبخ شوية بزيادة نعمل فطار شوية بزيادة ووجبة من الفطار ووجبة من الصحور وهكذا أو الفدية اللي قيمتها كحد أدنى 30 جنيه عن اليوم الواحد والأولى إن إحنا في الإطعام ده نخليه لمن؟ نخليه لأهل الحاجة للمحتاجين يا صاحبة السؤال